بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد جمعة مهدوية مباركة نسأل الله سبحانه وتعالى فيها تعجيل الفرج لمولانا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر علي عبادة بل هو أفضل العبادة لماذا؟ لأن ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام أصل من أصول الدين وهي الإمامة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما لذكره في يوم الجمعة سيد الأيام لنحصل على بركاته وكذلك بركات ذكره فما اجتمع قوم يذكرون الله ويذكرون أهل البيت إلا وغفر الله سبحانه وتعالى جميع سيئاتهم بل حول جميع سيئاتهم إلى حسنات لا يجتمع قوم يذكرون الله ويذكرون أهل البيت عليهم السلام إلا وحفت بهم الملائكة ونزل عليهم الشفاء رجان استمع رجان استمعي وشنف مسامعك بذكر علي عليه السلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله من استمع إلى فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام وهو مقر معترف بها معتقد بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رجع الصحيفة بيضاء لا ذنب فيها تناديه الملائكة يا عبد الله قد غفر الله لك فاستأنف العمل وابدى من جديد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بحق مولانا وسيدنا أسد الله الغالب علي بن أبي طالب فصل الخطاب أبي تراب سلام الله عليه من أحب علي استغفرت له الملائكة وفتحت له أبواب الجنة يدخل من أي باب شاء بغير حساب ألا ومن أحب علي أعطاه الله كتابه بيمينه وحاسبه حسابا يسيرا حساب الأنبياء ألا ومن أحب علي لا يخرج من الدنيا حتى يشرب من حوض الكوثر ويأكل من شجرة طوبة ويرى مكانه من الجنة هذه الرواية الشريفة والعظيمة وردت في كتاب غاية المرام نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحصل على غاية المرام بشفاعة مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام بقضاء حوائجنا وحوائجكم بذكر نادي علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب فكل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام